وذي كفا تبع الموجة الوافدين إلى موافع شهر رجوان بثلاثة ملايين وسبعمائة واربعة وسبعين زائر غير مقيم يعني بزيادة قدرها 16.7 هذيا بش تفسروا أولا المؤشرات هذيا وهل إنها تنجم تتطور في الأوت سيزون اللي هي جويلية وقوت وسبتمبر زادة فما أرقام أخرى بشديد تنضاف لهذه الأرقام ومبعد تنزيدون حكي واكثر بيسير هو نفسره أولا بيسير الوضع الأمني مثل البلاد اللي هو ستابل دوبي نجم أقوله دوبي عمينا ببري لحسين البلاد ولدفع استقرار أمني هذيا يعاون برشا للسياحة ثانيا معناها الثيقة اللي رجعت عند التورو اوبراتور ويكالات الأصفار الخارجية اللي هي رجعت الثيقة متاحة أول لات معناها تخدم على تونس كا ديستيناسيون كبيرة الروسات اللي تشوفون من دو فيزي دولار بالورو بالدولار كبرت جسوما على خطر فما انجاجمان فينسيلي تعمل كما تعرف لتورو اوبراتور بشيخدمو بسيفا نورماليزموم دي ريزارفشوم بتاع دي سنتين دو شامبر احنا نسموهم دي فيد بور بلان معناه يبعتوا الفلوس منو سبقا للنزول باشي بلوكيوا الكوانتتين بتاع اللي شامبر في النزول اللي يخدموا معها وهذا يدخل أوتوماتيكمو دو فيزي حتى قبل ما يجيه الساياح كما الطيارات كيف كيف هذا يمعني لفات كو ساتني فما رجوع قوي متور اوبراتور فما زادة رجوع للكلوب صورتو الكلب فرانسي كما فرامي سيما كما لوكيا كما مرمرا هذو ما سيدي كلوب كانوا قدم في تونس ورجعوا للكلوب ميت في جربة حل كمپلتمن 100% اللي كان عملو حل براتيكمو كا 50% وسنة معبي معناه للكلوب ميت في جربة في 1200 فرش ونعرفو الكاليتين متاع السواح اللي جيو في للكلوب هذو ما كلو خلاوا معناها انوغموتاشون دو لاروسات توريستيك وهذي معناها نعاود ونستغل الفرصة باش نقول لك اللي هذا كلو ما ما حسبناش في الروسات الروسات متاع الطيارات شارتير اللي هما ينخلصوا فيهم معناها تورو كراتور يخلص بالدوفيز في تونس لكن مش محسوبين في الروسات توريستيك محسوبين في الترسپور هذو ما معناها الروسات اللي قدشوفوا فيهم 43% فيهم كان الروسات معناها يدخلوا في النزل والشانج اللي يعملوا سايح في البانك أو في الجيشي متاع الشانج لكن محسبنا لوش اللي زاشان متاعو متاع الارتزانة محسبنا لوش الديبانس اللي عملها وقت يخرج البرة في رستورة أو في سهرية أو كوشي محسبنا لوش في برسا نعود ونرجع لحكاية اللي قلنا قبل التوريزم يغا بورتي 7% يرمزن 7% بي بي اليوم التوريزم بكل صراح يلي بلس فير 14 بوان ك 7 بوان بالتالي هل أنو هن الإسلاحات هذين انتي حديث العهد بوزارة السياحة ما عندكش برش لغوست هذو ما من عهدك انتي وإلا خدمت عليهم الوزيرة السابق خدمت عليهم بيسور وزارة السياحة 60 فما خدمت عاملت أقبل ما تنسوش عام 2018 فما انتعاش في السياحة فما بدأت ترجع للسياحة لطونس لكن كل عام الفيقة تزيد تكمل ما تعرف فما إسيز لتور اوبراتور يبدأوا يعملوا يجربوا عام وخطة سيدي لور انفستيسمو يعملوا فيه لتور اوبراتور وخط لي يحطوا اندسيناسيون امارش احنا تخلنا في لكن حاجة جديدة عملنا احنا اوناراسيوري لتور اوبراتور كيفيش اوناراسيوري مشينا لهم في الأسواق مشينا لهم في لسالون دو توريز مشينا قبلنا لتور اوبراتور الكبار اللي هم نقصوا ياسر على تونس كما السوق الفرنسوية اللي هي نقصت على خطر ما كانتش عندها ثقة قوية على تونس ونعرف السوق الفرنسي هي النميرو 1 على تونس عام 2010 عشر جابت مليون وربعمية تلف سيح 2018 تلفينية ويسان ميل واحنا عنا objectif معهم السوق الفرنسي متاع 1 مليون دو توريست ولو عندها capacité أكثر بشي جيب توريست اليوم اللي پرمي سيح لفرنس اللي دوزيام هو السوق الروسي كي ترز امبرتنت اجردو سي ديوني لدوزيام مرشي على تونس واختقو السوق الروسي معناه أي روسي يجي للتونس هو السايح فمش أسواق جديدة خاطر السوق الروسي تم العمل عليها منذ الوزارات السابقة لكن اليوم كوجهة جديدة ونحو السياحة التونسية لكن فمش وجهات جديدة اللي ما تعرف حتى على تونس اللي ما يعرفوش الوجهة السياحية التونسية وينجمو يقبلو عليها وسيختو يصرفو في تونس بيسور هي كما تعرف البوليتيك متاع السوق السياحية هي دابور احنا بعد الكريز يتراثنا كل شي يفو في غفنير المرشيات الكلاسيك متاعنا اللي هم موجودين توتا في النورمال تخدم بالسوق الكلاسيكية اللي نقصت برشا كما الألمان والبالج والسويس واليزيتاريان سرطول اللي هم رجعوا كن سنة ما تنسيش اللي تلاي جديد كما السوق السينية اللي بدات عندها بتاتر عام عام ونص بدات على تونس وطوى بدات السوق السينية السنبوس كسوق سياحية بامتياز ونتي تعرف السوق السينية هي سوق معناها دو كاليتي سي دي توريزم كولتوري سي دي توريزم دي سركوي ما همشي جيوا بشي قعدوا لاي فالبحر لاي فالشمس عندوا بووار داشا قوي يحبوا يبيتوا دالي زوتل دالي ميزون دوت يخرجوا بلاي اسمعناها دي سركوي حتى 300 400 كم على السنة رفيل هذي سوق اللي قادين نخدمو عليها وقادين نعطيوها وصورتو السوق هذي كي انترسان سي ك السوق هذي يجيك في البريود معناها الضعيفة متاع السياحة تونسية اللي هي من نقوله من البرمي نوفمبر حتى 30 مارس وقلي مالورزمان تنقص عنا الاريفين متاع السوح مانا فما مارش اللي هو قاعد يتحرك وقاعد نتبعوا فيه وقاعدين نحاولوا باش ندعموا فيه والسوق الامريكاني اللي هو مشيت نزرت دانيرمان في المهدية ومشيت الشير تبقالت وفما دي سيت اكسبسونال هم بنفسهم قالوا يروا اللي زامريكان قاعدين يجيونا ونزور الامريكان في تونس شامس وبحر ولا لا توريزم 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 يحبو الناتور يحبو التالسو يحبو الجولف هم يشبو شوية السوق الكندين حتى السوق الكندى هي تحب أبو بري c'est المم هك 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 المم ديفنس بتح لكن ستون سيدي مرشي ريش سيدي توريزم 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 وصلنا نقطة مهما جدا تحدثت فيها على السوق السينية لتحاول تونس تقربلها أكثر وديد يكثر عدد الويفيدين من السياح السينيين وأيضا السوق الأمريكية قلت لي أنو السوق الذي يزوز تلاوج السياحة الثقافية في تونس هذين بين الملفات المهمة في السياحة 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 وأيضا السياحة الجبلية وحتى السياحة الاستشفائية اللي لليوم عنا أطبئ جيدين كما عنا زيدا معالم أثرية جيدة جدا وفي المستوى ولكن البنية التحتية في تونس ما تعاونش النقل ما يساعدش زيدا بالتالي السياحة ينجم يجي ولكن الإشكالية تطرح في المنظومة تنجم تكون عندك ديموني موهستوريك وتنجم تكون عندك أطبئ جيدين ولا مسحات في مستوى طيب ولكن الإشكال أنه حلقة الربط بين هذا الكل الوزارة ما تقومش بالشي هذا شوف كان فيما شواء معنا إن كيسيون اللي كنا نطرحوها أس ك نجيبوا سواح ونصلحوا وننضموا روحنا أو لا ما نجيبوش سواح ونبدأوا أنا جو پنس كي إذا من نجيبوا سواح دابار ونعبيوا نزولوا بتاعنا ونفردوا الناس وتولي موفمان وفاما اقتصادين اليوم بيسور السياحة الطبية موجودة في تونس موجودة ديجاء أنتو تعرفوا معناها من الأسواق الليبية من الأسواق الزازائرية وزادة من الأفريقيا فمبرشة أفريقيين اللي جيوا يدويوا في تونس وما نحكيش على الشيروجي استيتيك اللي هي موجودة من القبل في تونس اللي هي معناها سايح يجي خطر هو أبريتو لباسيون واختجي وعندو كنتراتو مع كلينيك ومع طبيب يجي في دنزان نوتيل يلابي دنزان نوتيل يبايس بريستيش في اللوتيل معناها يعتبر سايح هذه معناها تونس معروفة اليوم نقول وحنا السياحة ومتراز رفيع ونس كل تعرف مانا نحكي اليوم معناها في تونس السوسي اللي كان معناها أمس كانت تونس معناها وبلو با 2011 2012 2013 صورتو الدربة متاع 2015 اللي مستتنا برشا اليوم تونس كانت الpriority تحيا السيكوريتي بعد السيكوريتي ونحكي 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 تحاول الوزارة البيئة ونحكي 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 ما هو عاملة الدولة والوزارة لإستقطاب السياح فيما يخص سياحة الاستشفائية وإلا فيما يخص السياحة الثقافية معناها اليوم إذا كان قارنوا التجربة التونسية بالتجربة مهرجين مهرجين موازين اللي يجيب فنانين في العالم من العالم الكل وبالتالي يجيب حتى جمهير من العالم واللي يستعمل قوايا وينجموا ويدخلوا ويصرفوا فلوس في المغرب معناها مهرجين في المغرب كما مهرجين أجدير السينما هالجانب الثقافي هالبعد الثقافي هذيه شنو عملتو فيه في تونس لانو مهرجاناتنا لليوم مازالت مهرجانات تقليدية مهرجان كرتاج الحمامات وغيره ما فماش مهرجانات اللي تستقطب بالسيح يجيل الفنانين يجيلهم من كندا من فرنسا من ألمانيا يبشي تفرج في الفنان متاعو في تونس خطر مخلطش يتفرج في فرنسا ولا في كندا يخلطنو تونس صحيح ولو انا المقارنة مع المغرب في الحاجات هذو ما بكري شوية الحاجة اللي نجم نقارلك اليوم كيفاش فاتتنا المغرب سياحيا لا فاتتنا خطر ما تعداوش بالكريز ما تعداوش بالكريز اللي تعدات بيهم تونس احنا عنا تسعة سنين نعنيه في في تونس ونفو تلسو باركزابل التلسو احنا خير من المغرب سان اوكان بروبلا وحنا واني دوزيان دولو موت بعد فرنسا والتلسو متاعنا في انتريت ريبون كاليتي بوغلو مهرجنات ولو هي معناها تابعين ان بريوريتي لوزارة الثخافة لكن احنا نساهمو نساندو المهرجنات الكبار سورتوو في المناطق السياحية وحتى ساعات مش مناطق السياحية ميحنا اي حاجة هكا فيها جو فيها مهرجان ديما نساندو فيها اليوم بشوية بشوية قادي نشوفو المهرجنات فما كاليتي كبار سيفري فما ديزارتيست لكن انا اللي نوعدك اللي دي سي دميل فا بش تشوفو او نوتر كاليتي ديزيفنمون في تورس نعرفو دميل فما لسوميدو الفرنكوفوني قاعد نحضر انا لسبوع اللي فارد كنت في فرنسا وقابلت معناها رسبونسابل متاع الحكومة الفرنسية متاع الفرنكوفوني وقادي نحضروا في ديزيفنمون كبار برشا واختي يقول الكبار اللي انتي تحكي عليهم في المغرب معناها افك دي ستار اللي هم عمروا مجيوا لتونس وهم النبو متاحهم في ريمون انترنسيونال اليوم زادة احنا عنا برابور امركش ما عناش لامم بوسيبيليتي كي ما قولوها ادمينيسراتيف عنا اللغدور كبير برشا عندها بش تتخلص انتي انستار بره بالدوفيز الناس هدوكم تعمل معهم كونترا يزم تخلصوا معهم اقبل بش تبلوك لدات احنا في تونس مالورزمون ببالوفير يزمنا نكونوا واقعين معناها سي امبوسيبل في اخر وقت وحتى حد ما يرضالك معناها بش جي بنتي سيلين ديان في تونس معناها يفو يفو فير ان كونترا انا افان ايانكار ينكار فمتنوا لها فمما بساكل ادمينيسراتيف يزمنا زادة نتجاوزو لكن انا جو غارانتي انكار اينفو كدسي عام برشا حاجات بش تبدل ديجا فمما ديز ايفنمان ديز افنداني بش نعملوهم تو تسمو على برشا حاجات سوربريز حاجات بش تراو في تونس اللي هم عمرو ما تراو قبل كساسوا ديز ايفنمان متاع ديستار دو سينيما امريكا اللي نجمو يجيو لتونس وديز ايفنمان كبار بشوية بشوية راوين كنا وانو صرمت يزمو عاونة بتع ناسو كل مايش وزارة سياحة نجم تعمل كل شيء زادة يزمو عاونة بالناسو كل اما انكارين فوا ترافير معنا موزايك اليوم نقول يلزم زادة كلي قرد فول يتعملو اطور دي مينيستير هل معاقش نجم حتى يتحرك يزم بار اكزمي فما دي مينيستير كما الثقافة ولا مينيستير ددتوريزم يزمو يكون عندهم سو بليس دو 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 دوران سوف يقولواها نجمو معناها كما يعملو المغاربة المغاربة وقلي ديسي دو فار اه اه فستفال دو سينيما امريكا اللي لا يجتمو اوش وميتلبو ما يتلبو اطوريزام حتى حد يخرجوا بالكانية تشاك و يخالصو كيف يحدث ، باللدر، لدينا اجتماعات. فيك أعطاء الحصوليات وحضروا الوقت فيها عامل اجتمع وكاننا لا يوجد عمليات وحضروا الناس وبعضنا كلها بس لبرا ونقعدوا عن أخر معناها حيث تتوجده موجودة اليوم من 2019 يجبنا أن نعمل بشكل مدرح خطر الارتيست اللي تحبوا تجيبوا لليفين مو برشا ناس يحبوا يعملوا لما يمشوا ازراء وياخذوهم لك قبل من اللي انت تتصح معهم